السلام عليكم اصدقائي بهذا الفيديو راح نشوف طريقة تنزيل نظام الاوبونتو او اليوبونتو في بعض الاشخاص بسموه اليوبونتو طريقة تنزيله على الكمبيوتر مع الويندوز او بدون الويندوز يعني بشكل نظام كامل نظام منفرد بدون اي نظام تاني نازل معه مثل النظام الكالي. الاوبونتو هو التوزيع الاكثر شعبية بين كل التوزيعات اللينكس. وغالبا بيستخدموا المبرمجين والمطورين. لانه استهلاكه خفيف وحتى البرامج ممكن ان انت تستخدمه تعطيك اداء اقوى من انت لما عم تشتغل على الويندوز او اذا كنت عم تشتغل على الماك. هنا انت إلى طريقة التنزيل افتح جوجل كروم. انت مجرد تعطي بحس تعطي اوبونتو داونلود. عندي شي اسمه اوبونتو داونلود. نفوت عليها بتفتح عنا هاي الصفحة بترجع انت لشي اسمه داونلود هون. وهون عندي اوبونتو ديسكتو. في عندي هون شي اسمه اوبونتو سيرفر. بغض نظر نحن اللي بهمنا بهذا الفيديو هو اوبونتو ديسكتو. في هون نسخة عشرين فاصلة صفر اربعة. هاي النسخة بتنزل. وعندي هون نسخة واحد وعشرين فاصلة عشرة. هاي النسخة بتجي انتستد. انا رح نزل هاي النسخة عندي وراح بلج تنزيلها على الفلاشم ومن بعد رح ننزلها على الكمبيوتر. البرنامج اللي بدنا يا رقم اتنين. طبعا بدي يكون عنا الروفوس. في ادوات كتير يفيك تنزل عن طريقة انت النظام على اليوسبي. انا رح استخدم هون الروفوس. انت فيك تجرب غير ادوات. اه في شي اسمه اليونيفرسال. في شي اسمه اليومي. في برامج كتير تشتغل لهذا الموضوع. الروفوس هي لازال اسهل بالنسبة لي. انفتع الروفوس. بنزل لتحت. اه بحمل شي اسمه اخر نسخة ثلاثة فاصلة سبعتاش. طبعا انا نزلتها. بيانت عندي هون حطيتها اصف في المكتب هاي الروفوس. وعندي هون الوبونتو. هل هنا رح افتح الروفوس. نعطي ياس. هون عم يطلب منا بحس عن التحديثات. هون تفتح من الواجهة. انا مثل ما انا شايفين هون فوق عندي انا حاطت حجمة ثلاثة فاصلة ثمانية غيجا يعني اربعة غيجا. اه شغلة مهمة في حال قررت انت تنزله مع الويندوز. بدك تعمل هاي الخطوة مش بشان ما ينحزف الويندوز اذا قررت انت تنزله مع الويندوز. اول شي ازا كنت عم تستخدم او تكبس تكليك على هاي الكبس السحرية بتفوت عليها هون. بتفوت عالدسك مانجمنت. سوف عندي هون الدسك مانجمنت. نكبس عالدسك مانجمنت. وهي نقطة مهمة كتير انت ما فيك تتجوازها. بتمنى الاشخاص اللي عم يشوفوا الفيديو ما يحاولوا يقدموا فيه اختصروا يشوفوا النقاط المهمة. يكون عم بحكي شي مهم. ممكن تخسر لك عشر دقائق بس خليك عم تتابع الفيديو بشان ما يروح عندك الويندوز والملفات الموجودة. تسعمية وتلاتين جيجا اللي هو الهارد واحد تيرا اللي موجود عندي. انا عامله اه قسم واحد حجمه تسعمية وتلاتين. انا بدي خصص قسم للأبونتو خلي حجمه ونفرض ميت ميت جيجا. هون راح اعطيه تفتح لنا هاي الواجهة بحط بهذا المربع الرقم اللي بدي اياه اللي هو ميت الف ميت الف ميجا اللي هو ميت جيجا. فبعطيه وهيك نحنا خصصنا قسم عملنا للأبونتو. نستنى عليه. مشوف عندي بيان هون حجمه سبعة وتسعين جيجا. هاي الواجهة بدنا اياها راح نحتاجها. اه هلا خليه هون. نرجع للروفوس. حطيت انا الفلاش الي اوس بي. بسحب انا الابونتو موجود هون. هي وعشرين فاصلة صفر اربعة. بسحبها بنزله هون بالروفوس. عندي هون شغلة مهمة كتير. كمان حقيت عنها لموضوع تنزيل هي ام بي ار جي بي تي. انا كيف بدي يعرف على اي نمط بدي فرمت. هاد النمط مهم كتير لحتى يشتغلوا النظامين سبب. كيف انت بدك تعرف تشتغل ام بي ار او جي بي تي في حالك تناوي تنزل النظام مع الويندوز او مع اي نظام تاني فهون انت بدك تعرف على اي نظام بدك تشتغل. نرجع هون اللي راح نحتاجه بنعطي هون. نعطيه على الهارد ديسك اللي حطيناه هون بنرجع لهون على بشوف عندي هون اللي هو جي بي تي. انت بتطلع عندك بتحطها بانسابة لهون هي الواجهة. بتطلع عندك بتحطها انا هون طلعت عندي جي بي تي. راح حطها هون جي بي تي. تمام. بالنسبة لاشخاص اللي بدون ينزلوا النظام بشكل منفرد ما يكون في نظام تاني طبعا انت هذا الحكي ما رح تشتغله هون بدك تشتغله اسناء التثبيت تمام فهلا بس وصلنا مرحلة تنزيل ابونتو على الكمبيوتر رح اسكر لك الطريقة ولكن هون اذا كان شغلة كمان مهمة اذا كانت عم تشتغل على كمبيوتر اديم لابتوب اديم يفضل تشتغل على الام بي ار تمام هاي ما تلعب في هذا العداد لانه ها لما يكون نحكي عنه لاحقا بيصير نظام لايف علي اسبي ما في دائما سنتنزل فهون نترك الاعدادات المهيئة خليها جي بي تي خلي هون جي بي تي جي بي تي فهون انا بعطي ستارت واختار هون رايت انديدي ايميج مود بعطي اوكي هاي يعطني رسالة انه رح يحزف البيانات الموجودة بعطي اوكي هون رح يبلش تنزيل وممكن احنا نفوت نعدل بعض الاعدادات بس مجرد انت تفهم شو الفكرة لانه ممكن يختلف البيوس عندي او اليو اي اف اي عندي لموضوع تاني بس فهم شو الفكرة انت ورح تعرف شو هي الاعدادات اللي بدك تغيرها الموضوع كتير بسيط اه ما في اي تعقيدات رح نفوت عالبيوس نعمل رستارت نفوت عالبيوس نشوف الاعدادات نرجع منكمل بتنزيل النظام على الكمبيوتر خليكم معنا خازن هون اصدقائي متل ما انا شايفين عطاني صار جاهز النظام اللي هون بنسكر بنعطيه رستارت مباشرة ومنفوت عالا ويندوز بنفوت عالبيوس بالنسبة للبيوس اه زر الديليت اف عشرة اف تسعة اف اي داعش اف اتناعش بالاضافة لزر الاف اتنين هاي الزرار مجموع الزرار اللي بدخلوك حسب نوع الماذر بورد اللي عندك حسب نوع الجهاز اللي عم تستخدم هاي الزرار اللي ممكن تفوتها على البيوس اللي هون رح نسكر احنا عطيه رستارت فازن هون اصدقائي انا عملت رستارت كبس زر الاسك كونه اللي عم نشتغل عليه فزر بتعطيني هاي القائمة انا بدي فوت على البيوس بدي اعمل بعض التعديلات هلا ما نشوف شو هنه فتنا هون على البيوس نسئل على شي اسمه system configuration ننزل على الput options الخيار اللي بهمني هون هو خيار secure boot نشوفه هون تحت legacy support في عندي شي اسمه secure boot غير متاح لانه disable انت في حال كان عندك هون هذا الوطن لازم يكون عندك disable الشغلة التانية كمان اللي بدي احكي عنا اه خلينا نرجع خطوة لورا احتمال secure boot يكون موجود عندك هذا الوطن بالسيكوريتي هذا الخيار ممكن تلاقي هون ضمن قائمة السيكوريتي تمام فانت بدك تعطي disable بنرجع كمان هون للسيستم ان هذا الخيار virtualization technology لازم يكون عندك كمان enable هذا الخيار بيساعد كمان الوبونتو اذا كانت نزله على الفلاش او اذا كانت نزله vmware طبعا اي اصدار من vmware اذا كان هذا الخيار disabled فبيشتغل عندك تمام اه بنرجع لهون اه خليني ارجع عنا للبوت اوكشنز نأكد عليك تمام اه خلي legacy support يكون enabled في حال ما كان موجود هذا الخيار فما في مشكلة عندك وهذا الحكي اللي عم بحكيه secure boot للاشخاص اللي عم يستخدموا اللي هو اذا كنت انت انفرمت نزامك على نمط في حال كنت انفرمت على نمط الام بي ار اللي هو legacy mode او فهون هذا الخيار secure boot ما رح يبين عندك اه اكيد legacy boot هو حيكون legacy boot تلقائيا secure boot ما حيكون موجود هون انا بدي اعمل boot عن طريق الـ USB فهون انا بهمني بس مبدئيا اه غير USB هون بالمرتبة متل ما نرشفين ترتيبه التالت اول شي OS boot manager internal cd عنا USB disk jett او USB hard disk في خيارات مكتوبة تحت F5 F6 تكون عندك page down page up بالنسبة لل بايوس اللي عم تستخدمه ممكن تكون بال minus وال plus بالزائد والماس فهون انا عندي بنسبة لي خمسة F5 وF6 هلا هون F5 بتنزل F6 صار عندي USB هي بالمرتبة الاولى اول قرص اقلاعي او اول جهاز للاقلاع اللي هو USB بشان هيك انا بدي اعمل دور الكمبيوتر عن طريق USB فازان هاي هي الخيارات اللي بدي اعملها انا بس شرحت شوية مشان انت ممكن شي عندك يختلف الماغر بورد اللي عم تستخدمه او البيوس اللي عم تستخدمه او ال UEFI اللي عم يكون الواجهة عندك مختلفة ولكن التسميات هتكون تقريبا نفس الشي فهون انا رح اعطي رجوع ممكن اعطي F10 F10 هو زر standard بكل الاجهزة exit saving change منو خروج محفظ التغييرات فبعطي اوكي هون رح يعمل restart للجهاز فهيك عمل بوت هالي مفروض يعمل بوت عن طريق الفلاشي بسوف فتحت عندي هاي الواجهة او بونتو او بونتو safe graphics او ام install او فروم الى اخره فهون انا بختار اول خيار وفي حال ما فتح عندك هذا ما في مشكلة ما فتح عندك هذا الخيار ما في مشكلة ممكن هو يكمل تلقائيا للoption اللي بعده هالي هيك نستنى عليه هالي هون هم يعمل check disk صار 5% انت فيك تختصر الموضوع تعطيه control c بيلغي موضوع check ممكن يعمل check على USB فأنا اعطيته skip تخطي لهذا الموضوع هلا هون فتحت عندي الواجهة واجهة Ubuntu واجهة التنصيف في شي هون اسمه try Ubuntu في شي هون اسمه install Ubuntu فأنا رح اختار فيك انت تجربه تفوت تشوف ميزاته تشوف سرعته أنا هون اللي يهمنا هو موضوع install Ubuntu فأنا اعطي install Ubuntu موضوع اللغة keyboard layout كيك تختار تضيف اللغة اللي بدك اعه وبالنسبة لموضوع الوائرلس فين انا هون وصل الوائرلس رح ياخد وقت شوي زيادة كونه في خيار رح يمر معنا لقدام انه فيك انت تحدس Ubuntu اسناء التنصيب يعني اسناء التسبيط على الكمبيوتر فيك انت تحدسه انا رح اتجاوز هادا الموضوع انت فيك تعمل فيك تعطي connect وهلا رح نعرف الخيارات لقدام انت فيك تزاوية في حال عملت الاخري فهون رح استخدم بدون انترنت بنعطي continue خليني ارفع الشاشة لفوق تكون اوضح هون تفتح لنا هاي الواجهة updates and other software هاي اللي كنت امحكي عنه في حال انت وصلت انترنت رح يفتح عندك هذا الخيار لما تكون انت موصل انترنت من هون تشوف عندك واي فاي حتى فيك توصل من هلا بشكل مباشر سريك نتورك بتلاقي عندك الشبكات فهون انت فيك توصل انترنت ما في مشكلة انا هون ما وصلت انترنت فان رح خليه normal installation ورح اختار هذا الخيار اللي هو install third party software تنزل برامج اضافية مانا اساسية على الوبونتو متعلقة شي بالجرافيك كرت الشاشة شي بالواي فاي شي بالبلودس الى اخر وهون بدي يحدد هذا الخيار انت لازم تحدد هذا الخيار تمام وفي حال وصلت الانترنت وكان عندك الانترنت سريع هذا الخيار رح يكون متاح عندك فبتعطيه هون خيار رح يطل download updates while installing ابونتو فهون رح حطي continue بتفتح هاي الواجهة طبعا هون بهاي الواجهة في خيار في option كتير خطير فبدأك تمتبع هذا الموضوع ما فيك تشتغل بشكل سريع يعني انه بدك تخلص شان ما تخسر ملف بتاني فهون عندي هذا الخيار install ابونتو alongside windows boot منيجر عندي هذا الخيار الثاني erase disk and install ابونتو الى هون erase disk رح يمحي كل شي موجود عقرص بدك تنتبه هذا الخيار انت بتستخدمه حصرا لما يكون بدك تحذف كل شي موجود عالهارد ديسك عندك وبدك تنزله بدون الويندوز يعني ما عد فيضل في ويندوز في حال كنت بدك تستخدمه مع الويندوز فهون انا رح اختار الخيار الثالث بدي عدل بشكل يدوي عدل اعدادات بشكل رح ننزل مع الويندوز في حال متل ما ذكرت بدون الويندوز بتختار هذا الخيار مع الويندوز رح تختار هذا الخيار لانه بنا نعدل شوي بالنسبة للا اعدادات فراح نعطي هون نستنى عليه شوي ثواني نعطي بهاي الواجهة في عنا الهارد ديسك او الاقراص اللي رح ننزل عليهم الابونتو فبنلاحظ هون في عندي هاي المساحة فري سبيس هي المساحة اللي خصصنا نحن ببداية الفيديو باول الفيديو تذكرنا عملنا مساحة ميت جيجا اللي هو من نظام لنظام تختلف القراء فهون عطاني مية واربعة ميجا فأنا اللي بهمني هذا القرص اللي بدنا فهون بداية نختار هذا القرص اللي هو البرتشن فري سبيس بتذكر انت من حجمه نعملته ميت الف فهون عندي عطاني مية واربعة وثمانمية وثمانة وخمسين ما في مشكلة ولكن هو نفسه القرص فهون رح عطي بلاس اضافة اول شي بدي خصص بدي يكون للبوت تمام فهون انا رح اختار الف الف ميجا بايت اللي هو واحد جيجا رح خلي رح خلي هون اعداد التنمهية كمان هون ورح اختار هون انا بوت ممكن هون خلي خمسمية وطناعش ممكن ممكن فيك تخلي الرقم بس ما يكون كبير لانه ما لوداعي رح يروح من المساح ممكن انه خلي خمسمية وطناعش خمسمية اللي بدك يا ما في مشكلة تسس مية تسع وتسع وتسعين الى اخرية بننزل تحت هون خلينا بوت رح اعطي اوكي فهيق انشأنا اول شي اللي حجمه خمسمية الليكون هون عطانا اه هون عطانا اه هون ملفات الويندوز بنلاحظ عنا هو ملف هذا ملف بهمه كتير انت لما تكون عم تشتغل على ما في داعي اساسا تعمل شي اسمه تمام نرجع اللي عملنا اللي هو حجمه صار مية واربعة كان مية وثمانمية وثمانة وخمسين ونصار ثلاثمية وثمانة وخمسين بنضلنا هون نعطيه كمان اضافة وبنختار هذا القرص بدي يكون ملف فهون انا رح حدد ملف رح اعطيه ستة جيجا رح اكتب ستالاف اللي هو ستالاف ميجا ستة جيجا بعطيه اوكي هون بنزل لهون انا بخلي الاعدادة المهية بنزل لهون بخلي تمام نلاحظ في اختفت عننا القائمة اختفت عننا القائمة فهون انا ارجع رح حط نترك الاعدادة المهية بنعطيه اوكي ننزل لتحت شوف عنا هون صار عنا وان بننتقل لاخر شي اللي هو ما هو وهون نختار روت السلاش اللي هم تقول لحالة بيكون ملف او نترك كمان نترك العدادة المهية بنعطيه اوكي وهون صار عنا جاهز بشوف عندي هون نزل تحت هون عندي عندي الحركة الاخيرة بالنسبة لموضوع تنزيل هي مهمة كتير اول شي بدي اعرف شو عندي هون انا اي اف اي عندي هون ديف اس دي اي ون اللي هو اي اف اي في حال كنت عم تنزل انت على ملف اي اف اي وهذا الحكي بالنسبة للاشخاص اللي يستخدموا نظام الجي بي تي في حال كنت انت عم تستخدم نظام الام بي ار فبيكفي انك تختار مكان الويندوز اللي موجود عليه الويندوز تمام بتلاقي شي اسمه هون ويندوز بوت مانيجر فبضيف هاي القائمة هون فبشوف انا اللي بهمني هون بموضوع اي فاي بما اني استخدمت الجي بي تي هو الدي اس دي اي وان عليه اي فاي برجع بعيدة برجع بكرر موضوع الام بي ار تختار شي اسمه ويندوز بوت مانيجر بتشوف شو اسمه هون ديف اس دي اي وان بوت ويندوز بوت مانيجر فهونا عندي ديف اس دي اي وان اللي هو عليه الويندوز بوت مانيجر لما مشان نختار نحنا بين قرصين الاشخاص اللي عمين نزل الابون بشكل منفرد ما في داع يعمل هاي الحركة كلياتها مجرد يختار هادول تلات اقراس لتلات اللي اخترناه نحنا من الهارد ديس كله طبعا هاي ما رح تبين عنده ابدا هاي الاقسام ابدا ما رح تبين رح يبين عنده بس هادول تلات اقسام اللي عمل تمام فبرجع عنا لهون رح اختار ديف اس دي اي هو ويندوز بوط مانيجر اوكي وهلأ رح اعطي install now بينزل معنا الوبونتو بجانب الويندوز خلينا نزله وبنشوف كيف رح نشغل الاتنين سواء مندوم اي اضافات تاني نعطي install now وبنكمل هون عم يعطيني انه هاي الاقراص رح يتم تقسيمها والكتاب عليها هون رح يعطيني انه رح تتفرمت فعطي continue ونستنى عليه لحتى يخلص هون هون المنطقة الزمنية بتختار المنطقة الزمنية من هون هون عطاني دمشق بشكل مباشر رح عطي continue هون بالنسبة للاسم فيك تسمي الاسم اللي بدك يعني رح سمي hb على اسم اللابتوب بنسبة للباسفورد بظن ما رح يخليني اتجاوزها فرح اي باسفورد شورت اوكي ما بيعمل هون رح عطي login automatic لما تتقيد انت هون فيك تعطي remember my password to login بيطلبه منك لما بدك تفوت على جهاز كميوتر فعطي continue وهل رح يبلش كتابة الملفات على hard disk بعدما يفرمت الأقراص خليكم معنا لنشوف كيف رح نعيد تشغيل ونشوف كيف رح نعمل boot للا Ubuntu بجانب Windows أو Ubuntu هون أصدقائي عطينا restart now هلا رح نعطي restart now خلص رح عطي restart نايد تشغيل ونشوف طريقة تشغيل Ubuntu مع Windows هلا هون عطيني please remove the installation media then place enter اسحب USB flash من نزلت عن طريقة Ubuntu بعدين رح أعطي enter هلا هيك عدد تشغيل هلا هون عندنا النقطة الأخيرة بالنسبة للتثبيت اللي هي أنه يصير في بوت عن طريق اتنين هلا إذا كملت أقلع بشكل مباشر رح يفوت مباشر على Windows ما رح يشوف شي اسمه Ubuntu فبما أنه نحن ثبتنا Ubuntu أو مع Windows فهلا بنفعل أول شي يكون Ubuntu اللي هو بدي يكون رقم واحد فممكن رح تختلف عندك الواجهة البيوس أو EFI اللي رح تفتح عندك بين اللي عندي أنا عم اشتغل عليها بس انت تفهم شو الفكرة إذا كنت الخطوات اللي مشيت عليها ببداية الفيديو صحيحة فهون رح يطلع معك الموضوع نفس الشيء بالنسبة لل EFI أنا أحكي بالنسبة حصرا لل EFI إذا كان الموضوع هلأ رح بنهاية الفيديو رح أحكي عن موضوع ال NPR في حال ما بينت رح حل المشكلة لل NPR كمان في حال ما بين عنده Ubuntu بشكل مباشر فهون أنا رح اختار رح فوت على البيوس دي هو بال F9 أو EFI عفوا بال F10 هو أنا صرت بالبيوس بدي أنزل لأنا هون على البوت بنزل لتحت شوف عندي هون شي اسمه OS بوت مانيجر بدي يكون مفعل هذا الخيار بدي يكون مفعل بنزل لتحت على OS بوت مانيجر رح اكبس علي الواجهة عندك هون انت ممكن ما يطلع لك بنفس الطريقة ممكن يطلعو لك تحت بعض شوف عندي هون في WDC عن نفس الهارد ديسك وعندي ويندوز بوت مانيجر اللي هو على WDC تمام هلا انت بال F5 اذا كان عم تستخدم مثلا نفس اللابتوب F5 F6 بنزل بيعملوا أول واحد أو بيعملوا تاني واحد فأنا بدي لأوبونتو أول واحد بعمل F5 عندك اذا كانت الواجعة عندك مثل هاي بهاي الطريقة بترفع بتعطي Enter أو بتعطي F10 بشكل مباشر بيكون تثبت هلا أنا برجع هيك بشوف عندي هون هو بالمرتبة الأولى أو برقم واحد بالنسبة للبوتين اذا كانت عندك هون الخطوة على الشمال بتلاقي عندك Windows بوت مانيجر اسم الهارد ديسك اوبونتو بوت مانيجر كمان اسم الهارد ديسك اللي نزلتوا عليه في حالة عم تنزل على هاردين منفصلين فهون انتهينا من هذا الموضوع بك بس Enter بلاقي الوبونتو عندي هو بالمرتبة الوزا رح أعطي Esc هلا هون رح أعطي F10 وبعدها Enter حفظنا الاعدادات اللي ساويناها هلا رح يعمل بوت رح نشوف كيف الواجهة وشوف عندي تحت في شي اسمه Windows Boot Manager On Def SDA وعندي هون الوبونتو انت بتختار نظام اللي بدك تعمل عن طريق بوت هدا الحكي بالنسبة للأشخاص اللي عم ينزلوا دول بوت وهنا رح اختار الوبونتو فيك اختار الويندوز فوت على الويندوز شكل طبيعي رح أعطي Enter وهيك نحنا فتنا على الوبونتو وبدون اي مشاكل هاي الخطوة مهمة كتير هلأ بس بتنا رح ارجع على الويندوز عطي هيك مقططف صغير انت في حال ما مشي الحال معك بالنسبة لل الموضوع محلول الخطوات كلها تمام مئة ولكن انا عم بعمل بوت على الوبونتو مع الويندوز هيك فتح حنا بشوف عندي نعطي دخول بيطلب مني الباسفورد واحد اثنين ثلاثة اربع الباسفورد اللي حطيتها انت بتعطي وهيك اشتغل الوبونتو بدون اي مشاكل هاي الواجهة الافتتاحية انت فيك بتعدل بعض الاعدادات بغض نظر عن هاي الاعدادات انا رح اتجاوز هشوف عندي هون الوبونتو اشتغل مية بالمية الواي فاي نفتح نعطي سليك تفتح عندك الواي فاي الكام كله شغال ما في اي مشاكل البلوتوس كمان شغال البرامج الاساسية موجودة هون فيك انت اول شي بتعمله اكيد تيرمينال تفتح تيرمينال واهم شي سودو ابي تي قيت اوباديد سودو ابي تي قيت اوباديد ويكون انتهى تنزيل الوبونتو مثل ما ابي تي اوباديد ومن بعدها هون بيطلب لناك الباسفورد ما عندي انترنت السبب بعدها سودو ابي تي اوباديد نفس الامر هيك بيكون تحدث عندي بشكل نظامي نحنا ذكرنا موضوع ذكرت موضوع ابي تي اوباديد لان انا ما حدست انا بشكل مباشر عن طريق انترنت كونه انت عندي ضعيف هلا انتهينا من هذا الفيديو انا بس في نقطة اخيرة رح حاول اشرح انه انا اعم بشتغل على الفي رح حاول اشرح بالنسبة للاشخاص اللي اشتغلوا عن ابي ار انصادفتك المشكل ما بين عندك الوبونتو رح احكي عن هذا الموضوع بس ارجع على الويندوز هلا هون رح اطير ستارت رح تنزل برنامج الانترنت انا هضيف الرابط تحت بالوصف انت بتنزله بتثبته وبتشتغل على هاي الطريقة فسنا اصدقائي هذا فيديو اصير رح اشرح فيه بس كيف انت بدك تعدل بالنسبة لل الان بي ار اللي هو الاشخاص اللي يشتغلوا على الان بي ار اه حكينا عن موضوع ال موضوع اللي استخدموا نمط الموضوع كتير بسيط حلينا بالنسبة للان بي ار هون بهذا الفيديو رح نشوف كيف انت بدك تخلي يقرأ ويصير ينعرض عندك وانت تختار من بيناتهم اللي بدك نشوف هون شغل البرنامج نعطي اوكي هون بيطلع لك رسالة ترخيص تعطي اوكي هون بتعطي ننتقل للينوكس بتختار بعدين هون بتسمي الاسم اللي بدك سمي الاسم اللي بدك شوف بدك تسمي وهون بتعطي اد بتعطي اضافة شوف عنا تحت طلع او نضاف للبوت وهون نسكر ونعمل اعادة تشغيل شوف عندي فتحة هاي الواجهة شوف عندي ويندوز تين وعندي ويندوز اللي سميناه نحن بالاسم اللي بدنا وهيك بيكون شغلت فعالة اللي بدنا انت بنمط وبنمط او بنمط ونمط هيك بكون تهينا بهذا الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا وازا استفدتوا ما تنسفونا بدعاكم اشتراك فعل زر جلس شاني يصلك كل جديد بتشوف الفيديوهات الجديدة بتشوف كم على خير بفيديوهات قائدمة ازا صادفتك اي مشكلة كتب لي بالتعليقات بعتذر اني احيانا عم بتأخر بالرد على التعليقات بس الظروف يعني ما بتسمح انه مباشرة لنرد ونشوفكم على خير سلام اشتركوا في القناة